بالحديث عن اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي اليوم عم نتحدث عن هذا القاتل الصامت ولماذا يعتبر الأكثر خطورة من الأمراض معنا دكتورة ميسم معك روشي سعد صباحك وحضرتك خصية أمراض بطنية ومتخصصة في أمراض الكبد أهلا وسهلا بك الصباح كنا نحكي أنا وغادة دائما أنت صديقة للبرنامج نتحدث عن هذا اليوم العالمي لنسلط الضوء على القاتل الصامت ومدى خطورة هذا البرد صباح الخير لألك دانا ولكل طاقم رؤية غالية علي كثير ولمشاهدين الكرام طبعا هو صامت لأنه بدون أعراض من الكلمة كما تشرح يوم الكبد العالمي جاء أكيد من انطلاق أنه كان في وقت من الأوقات بارسات الكبد الوبائية منتشرة حول العالم بكل المناطق بكثرة اكتشافها كان كثير وبالتسلسل من نوع لنوع إلا أنه مع الوقت بلش تتغير الأمور باتجاه أنه لها علاج لها طرق تشخيص الكشف عنها أصبح سهل طرق انتشارها أصبح الحد منها أسهل فهو صامت لأنه بدون أعراض وإلا بالاكتشاف المصادف نعم يعني أنا بهمني بهذا اليوم أيضا هيك نتحدث نحكي لمحة عامة عن أنواع الفيروسات المتعلقة بالكبد والأعراض لأنها بتكون بوقت يعني طويل أو لوقت طويل هي بشكل صامت ما فيه أعراض غير لما إذا فحصنا أنزمات الكبد على سبيل المثال أهلا هي الأمراض حقيقة كثيرة بلشوا يكتشفوها العلماء شيء فشيء فتم تقسيمها بالبداية لفيروس كبدوبائي A B C بعدين بلش يطلع D E Non A Non B Non C وبلشوا يكتشفوا أنواع مختلفة ولكن الأكثر شيوعا هو B C في بعض مناطق العالم نعم وأي في مناطق أخرى نعم لما منحكي A B C لا نعني أبدا درجات تدرج المرض نعم هي أنواع هي أنواع أسمع زي ما حضرتك دانا أنا ما يسم هو A B C كل واحد له شخصيته كيانه تطوراته والسؤال اللي حضرتك سألتيني بيسأله كل يوم كل الناس مين الأخطر هي حقيقة كل واحد فيهم إلو وقت خطورته المختلف عن الآخر نعم يعني ما منحكي مثلا A أقل خطورة لا لا كل واحد حسب الظرف A بالأطفال الصغار هو عبارة عن حرارة خفيف وبيعدي في الكبار ممكن يقتل واحد من كل مية يصابوا فيه هذا A اللي بيجي بسهولة من أكل ملوث من طعام أو ماء ملوث بيجي على شكل أبو صفار هيك الناس بيحكوله دايماً إله أعراض فكثير سهل ينمسك بالكبار لأنه بيجي بالقيق بالحرارة بوجع المعدة بالإصفرار والتعب والإرهاق بيجوا على الطوارئ عادة ويتم تشخيصهم من ارتفاع إنزيمات الكبد وفحص معين لأيه نعم ايه كانت الأردن بالزمان مليان فيها حالات لأنه كان شوية الأطفال الصغار ينصابوا وهم أطفال فكانت كثيرة جداً بعمر الأطفال يكبروا خلاص مناعة أبدية شفيت من إيه؟ شفيت ولنتوا صاب فيه مرة ثانية خلاص لما ارتفعت مستوى درجات الهايجين والنظافة ودرت بالأهل على الأطفال وبطلوا يلعبوا برة وبطلوا يأكلوا من الأرض كان يوقع من إيده الطفل يأكل يأخذ الفيروس يعدي هلأ ارتفاع درجات النظافة ودرت البال أخرت على المناعة أخرت العمر العمر صار يصاب بعمر البلوغ وبعمر أكبر لما صار هيك صار فيه جسمي كبرت جهاز المناعة مقاومته كبيرة صار يعمل مرض قوي فمرض شديد لكن علاجه السوائل المسكنات بدون أي شيء ثاني واحد من كل مية ممكن ينتهي بفشل كبدي يحتاج زراعة أما ما عدا ذلك فهو بعدي وخلص مناعة أبدية هذا بالنسبة لأي؟ نعم بالنسبة لأي بي أو سي أيضا؟ بي و سي هموا اللي بيجوا من خلال الوخص بالأدوات الحادة واختلاط سوائل الجسم على الأغلب الدم ومشتقاته نعم هلأ طرق الانتقال إلى حد ما متشابهة مع فرق أو فرقين يعني لما منحكي الدم ومشتقاته والحمد لله بطلت مشكلة أصبح الفحص في بنك الدم رائع منذ عام 1992 يتم الكشف عن كل الفيروسات فهي الخطوة تقريبا تلاشت الوخص بالأدوات الحادة وهون يمكن ضروري أنوه للتاتو للمناكير للبديكير ونيجي لجزء الطبي دكتور لسنان الغسيل الكيلة العمليات وأي استعمال للأدوات الحادة على جسم الإنسان لازم دائما نتأكد أنه فتحوا الإبرة فتحوا الأدوات الحادة قدامنا وإذا منقدر ناخد أدواتنا الخاصة بيكون كتير أحسن وأأمن لأنه إذا نجرح الشخص واختلط الدم بأداحة دم ملوثة فهو سيأخذ الفيروس حتما جنسيا طبعا بقرين واحد بتكون أقل بأكثر من قرين بتزيد الفرص لبي في مطعوم إذا أنت مصاب مش حد الدنيا بدأك ترتبط بالشخص أي مبلغ في مطعوم وإحنا هلأ منطلب من الجميع ياخده والحمد لله المطعوم سيما إلو طبعا بحبهن أنوه وأنه جمعية أصدقاء مرضى الكبد اللي أنا صار لي معهم من 2008 وإلي الشرف أنه قاموا بإدراج مطعوم بالبرنامج الوطني للمطعوم منذ عام 1995 وذلك بجهود الأستاذ العظيم رحمة الله على روحه توفى من شهرين دكتور علاء طوقان اللي أسس الجمعية واللي عمل تخصص الكبد بصورة منفصلة يمكن مش بالأردن بالشرق الأوسط وأيضا أسس قسم للكبد خاص في جامعة الأردنية والأبحاث تقريبا الموجودة بخصوص فارسات الكبد كانت على يده طيب أنا بس أتوقف شوية عند اللقاحات لأنه عم نسمع عن يعني في حالة من الانتشار هم ما حددوا A B أو C لكن عم نسمع أنه في مشكلة لساتها موجودة اللقاحات إذن A و B متوفر بتنصح الكبار والصغار يأخذوها وكم جرعة تكون معززة هلأ هو فيه له برنامجه لبيه عنا على صفر مثلا أخذت اليوم بعد شهرين بعد ست شهور إلا إذا في حال ارتباط أو في حال حدا نوخز بنعمل إشي اسمه كرش باكسينيشن اللي هو ممكن نعطيه على 012 أو 014 يعني منقلل المدة بين الجرعة والجرعة للحماية كثير ضروري نحكي على الانتقال من الأم الحامل للجنين نعم فبالتالي عند طبيب النسائية بترجى الطبيب وبترجى الأهل كل أم حامل لازم تفحص لفيروس كبد الوبائي B لأنه إذا كانت حاملة المرض تحمي طفلها بإبرة صغيرة تعطى له بأول 24 ساعة بعد الولادة فهذه ستحميه ويتبعها المطعوم نعم أدرجة أيضا في البرنامج الوطني لأنه انتقلنا إلى بلد أقل فيها بالأطفال الآن نعم فأصبح يعطى للجميع وبنصح كل حدا ما عنده أجسام مضادة يأخذ المطعيم نعم أيضا بحب أسمع منك تعليق عم نسمع كتير فيما يتعلق بالأخبار العالمية والأمراض أنه في نسبة من الأطفال عم بيكون في عندهم مشاكل بالكبد لم يحدد أو تحدد طبيعة المشكلة هل لها علاقة باللقاحات هل لها علاقة بالفيروسات أو فيروس جديد يمكن عم تحكي عن آخر موجة حدثت في بريطانيا نعم والتي إجت بعد فترة كورونا وبالبداية كان فيه شكوك للعلماء هناك بأنه ممكن تكون على علاقة بفيروس كورونا لكن هم وجدوا من يمكن أسبوع كان فيه دراسة نهائية على الموضوع أنها من الأدينوفايروس نوع فيروس كان يصيب الأطفال بطفولتهم بالحضانة باختلاطهم ببعض فكانت تفسير أنه حجر الناس عن بعض هذول الأطفال ما تعرضوا لهالفيروس بأول سنين عمرهم وعدة كفيروس طبيعي إجا بصورة أقوى وأثرة على الكبد بالتالي من الإنعزال عن الناس الفيروس كانت حدثه قوية وعلى الأغلب هو أدينوفايروس نعم هناك دائما توجه عالمي بحلول 20-30 ما يكون في عنا مشاكل متعلقة بفيروسات الكبد للوصول إلى صفر حالة شو المطلوب من المجتمع إذا عم نحكي عن صعيد الأردن وصعيد العالمي طبعا عصعيد الأردن بقدر أقسمها لثلاث أقسام عصعيد الشعب أنه نتوخى سبل النظافة ما نتشارك بأدوات حادة نراقب الأدوات الحادة عند الأطبة كيف نحصل عليها نروح نغسل كلم نسأل إذا في جهاز خاص لمرضى الكبد مش لكل الناس بيجوا على نفس الأجهزة على مستوى الطبيب أنه بليز نفحص ذكرنا أنه مرض صامت وعفكرة مش شرط يرفع الأنزيمات حتى فهو من يشك بأنه تعرض لأي آلية أو طريقة تكون جابت له الفيروس من خلال تعرضه للأطبة للعمليات لنقل دمه ومشتقاته وما إلى ذلك يقوم بالفحص والجزء الأكبر على الطبيب بالمتابعة وبتمنى بي بي ما نحكي للمريض أنت حامل المرض وخد سكر وخد عسل لأنه مش هيك بي بي يجب المتابعة عن كثب لأنه وجود فيروس بي أو سي بالجسم مع الوقت ممكن يعمل سرطان الكبد إما من خلال أن يحصل تشمع كبد وحتى بدون أن يكون في بي تشمع قد يؤدي إلى سرطان الكبد نتذكر دائما أنه في دور على الدولة والنظام الصحي بأي دولة يعني الآن إحنا علاج سي متوفر متوفر بالدول المجاورة عندنا بعده علاج غالي كثير التكلفة باهضة لا يمكن للمواطن العادي أنه يحصل عليها مع أنه فيها شفاء ونسب الشفاء فوق 92% فيروس بي الحمد لله متوفر طبعا إحنا من مكارم الدوان الهاشمي العامر أنه فيروس الكبد الوبائي وأمراض الكبد بشكل عام أدرجت مع الأمراض المزمنة التي تحصل على الإعفاء بدون أي نقاش وبدون أي جميلة من أي حدا يعني هي مكرمة أظن نادرة بالمنطقة المحيطة أشكرك دكتورة ميسا مع كروش أخصية أمراض باطنية متخصصة في أمراض الكبد شكرا لرؤية دائما سباقة